فضلتك شايف الموضوع منين أو من أنه زاوية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد صلى الله على حضرته ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وبعد فالإسلام لا يمنع عبدا من أن يفرح الإنسان وأنه يفعل ما يشاء لكن بضوابط ربنا سبحانه وتعالى أمر بالفرحة في القرآن قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا مع النهي عن الفرح الذي يورث الإنسان الأشر والبطر وغير ذلك فقال ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ما بين هذه الآية وهذه الآية لا بد أن يكون هناك خط وسط هذا الخط الوسط والذي أمر الله سبحانه وتعالى به كيف أرى الموضوع؟ أرى الموضوع أنه الناس عظمت التافة والذي لا قيمة لهم وأنفقت أموال كثيرة جدا مجموعها قد يفعل في الناس أو قد يضم الجراحات ناس كثيرة جدا وقد يرفع حالة الفقر في مش عايزين نقول مجتمع كامل لأن طبعا الموضوع يبقى في مبلغة لكن على الأقل هيكون فيه رفع لحالة الفقر عند فئة من الناس أو مساعدة بعض من الناس أو كذا هنا هننظر بقى إليه من ناحية المال ومن ناحية المجتمع هنبص على الأسباب ليه الناس بتفعل مثل هذه الأمور كل هذه الأشياء تجلي لنا الموضوع مش إنه موضوع تافه إننا ما نفعش نتكلم عنه لا هو الآن أصبح حديث إن شيئنا أم أبينا فلا بد أن ننظره من ناحية الشر لأن ربنا سبحانه وتعالى ما ترك لنا شيئا إلا دلنا على الخير فيه وإن كان هناك شر نهانا عنه فنعرف إذا كان موضوع ده خير ولا شره نعمل كده ولا ما نعمل شيء ونعمل لو نعمل ونعمله إزاي ولو مش هنعمله إزاي وهكذا نعم على أسباب بإذن الله على أسباب طيب في وجهة نظري أول سبب تقليد الأعمى ونبس على صلى منها عن هذا التقليد نحن النهاردة يعني هنقول إن السوشيال ميديا والحاجات دي الناس لو واحد عمل شيء الناس كلها بتعمل وراه لا شك وده تقليد أعمى والتقليد ده منه عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعونا سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جوح رضب لا سلكتموه وهنا التقليد الأعمى ده منه عنه حتى في أخص الخصائص من الأمور الاعتقادية التي قد لا ينفرد العقل بها بل لابد من هناك توجيه وكذا ربنا سبحانه وتعالى نهى عن التقليد الأعمى الفعلم أنه لا إله إلا الله يعني الموضوع مش قصر على أنك تسمعه فقط ومن هنا لابد أن يسأل الإنسان نفسه قبل أي عمل يعمله لما وكيف سؤالين مشروعين لابد أن يسأل نفسك عليه وأنا هعمل العمل ده ليه وأعمله إزاي فأنا مثلا هشتري الصبارة أنت بتقول حضرتك ألف في المية وكذا وكلام من ده يعني وصل مبلغ كبير يعني نعم بتكلم من 36 جنيه لتسبوه 100 جنيه تقريبا زي ما دكتور عبدالله أفدنا قبل الهواء طيب أنا هسأل نفسي ليه هشتريها ليه معايدنا ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ده بتكرر الكلام يا مولانا وبطرقس يعني يعني فيه يعني فيه يعني أكتر من أوبشن هو يعني هو ده ممكن الدكتور يتناوره من قضاء نفسيه لأن فيه بعض الناس مش مش تلاقي اللي يسمعه ممكن يكون طيب ما دي إيجابية أنا شايف أنه ممكن يكون كده لا ما هم مش لاقيه يسمعه ده سلبية مش إيجابية لا ما هم سمعته ما لما سمعته إيجابية هي طيب ماشي ما احنا بنلجأ إلى الأشياء الجامعة ده تسمعون نعم طيب لما أنا هشتري الحاجة دي ليه ما الذي سيعود عليه في حين أن ربنا سبحانه وتعالى أمر بتوجيه المال في الأمور التي تنفع الإنسان نعم قال الله سبحانه وتعالى وَلَا تُؤْتُوا السُّفَيَاءَ مُوَلَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَآل سِبْنَ النَّبِ صَلَّى وَإِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالُ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وبالتالي فأنا حين أن أنفق هذا المال في حين أن من الممكن أن يحتاجه بيتي بل لاش بيتي وأنا مستغني والحمد لله قد يحتاجه إنسان آخر إلى جواري وقد 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 أنا يعني بحكم عملي عشرت بعض الناس كان بعضهم بعض هو رجل دكتور وسفير كان بيحكي لي قصة يعني هو رجل خير جدا ويفعل أعفعال خير كثيرة جدا فبيحكي لي قصة عمل الخير عنده بقول إيه السبب وإيه الموضوع أنا بدأت الموضوع عندي في البيت هو ما شاء الله بيبني مساجد وكذا رجل خير يعني قال بدأت الموضوع عندي بأن أنا أضع صندوق في البيت للنفقات الزائد عن نفقاتي أضعه في الصندوق بدل ما أشتري أكلها بكذا أشتريها بكذا وأحط الباقي في الصندوق بعد نهاية العام بيقول بفتح الصندوق وكأن الله برك فيك لقيت مبلغ كبير مشاين يعني أنفقته على مجموعة من الأسر الفقيرة وكذا بقول السنة اللي بعدها عملت الموضوع ده للأسر كلها قلت الأولادي اللي عايز يساهم معايا في الموضوع ده يتفضل وبالفعل أولاده بيقول مثلا ابني عايزي اشتري كذا يقول يا أبوي أنا هاشتري كذا واللي هو الفرق ده أنا هحطه في الصندوق ما هو برضو الوالد قدامه بيعمل الحاجة ده من هنا يعني أنا أنا أشرفت على أنه بنا مسجد أمام عيني أنفق مبلغ أكثر من مليون جنيه من الأمور دي احنا قد نظن أن ذلك ليس شيئاً يذكر لكن المجموع كله يذكر ويشكر مبالغ كبيرة جداً جداً بتنفق في مثل هذه الأمور أنا أشكر هذا فيما أتعلق بالمثال اللي حضرة قبرت آه طبعاً ماشي طيب من الأسباب برضو دنولهم ضعف الدافع النفسي أنا شايف يعني أبو الحسن الندوي لما كتب كتاب المسلمون وقضية فلسطين حط السبب التاني وأنا شايفه أنه المفروض يتحط السبب الأول من وجهة نظري بس طبعاً يعني هو له وجهة نظر والمعتبر وهو إمام في مجالي حط السبب ضعف الدافع النفسي إلى الاستماتة من أجل العقيدة والمبدأ قال أن السبب في ضياع فلسطين أنه ما عندناش دوافع نفسية تدفعنا إلى أنه عندنا عقيدة ومبدأ وهذه العقيدة هي أغلى ما عندنا دينك دينك رحمك دمك أنت عندك جراحات يعني كثيرة جداً يعني يبكي لها الناس ويعني يتأوه منها كثير من الناس فين بقى الدافع النفسي بتاعك إلى أنك تكون مسؤول عن ده وعنده 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 من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم كانوا بيحكوا عن سيدنا صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وارضاه يقولون عنه أنه كان كالمرأة الثكلة التي ذبح وحيدها في حجرها تخيل بقى ولد واحد فقط ولدها وحيدها في حجرها حالها هيبقى عاملة إزاي نفسييتها تبقى عاملة إزاي احنا مش بنقول للناس عيشوا الكآبة وكلام من ده لكن احنا بنقول للناس خلي تصرفاتك مسؤولة يعني لا ينبغي أن تفعل شيء أن تندم عليه والحاجة دية النبس صلى الله قال يسأله عن ماله عن ماله فيما أفناه نعم انت مالك ده تسعى عنه جنيه جنيه فلذلك ده من الأسباب اللي هو ضعف الدفع النفسي إلى أن احنا نأمل حاجة أو أن احنا نفكر في حاجة تكون نافعة وكذا وكلام من ده من الأمور أو من الأسباب برضو دنو الهم دنو الهمة يعني أن الإنسان ينشغل بالتفاهات بسفاسة في الأمور والحديث صحيح كما يعني ذكروا إسنادوا رجال وثقات النبس صلى الله قال قال إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافا يحب الأمر ولذلك أنا بدأت الكلام بقول الله سبحانه وتعالى واجعلنا للمتقين إماما من صفات عباد الرحمن أن عندهم ألو وهم نعم ينظروا في أمورهم وينظروا إلى الأمور العالية لأنه هو لا بد أن يتفوق في ميداني وفي مجالي من الأسباب أيضا في وجهة نظري أن الناس لا تستغل النعم كما ينبغي النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ والفراغ هو مش عارفهم لوقت فراغوا به للأسف الشديد كأن القرآن ده لم ينزل له رسالة لي ولكم رسالة لنا أجمعين وأن المفروض أن احنا يعني أستشف واسف للمقاطعة سيدنا الشيخ أحمد أن الموضوع أكبر ونكون صبار الرقصة وأن صبار الرقصة هذه ما هي إلا أداة تعبر عن موضوع أهم